موسيقى بولوفين اليوم عم نستقبل غسان رحباني اشتقنا له لغسان واشتقنا اكيد له كتير من اعماله ولكنه عم يشتغل غسان وبعضه البلد مش ماشي او غسان مش راضي ويمكن نحنا كمان بس وقت مننسى ومنمشي مع الماشي موجور كيفك غسان طبعا مرسي اهلا وسهلا فيك نحن كتير مبسطين انه نستقبلك اليوم وخاصة انه عندك الجديد يلي هو اكاديمي اليس الرحباني يعني حلو انه يكون فيه اكاديمي باسم استاذ اليس لحتالي هيك نحس انه استاذ اليس الرحباني قدرين وقتها بدنا نتعلم منه شي جديد نعرف ومن نروح وكمان اكيد تيم كامل عندكم بهالاكاديمي وعلى رأسهم حضرتك اكيد رح يكون فيه يعني نفس سقافة موسيقى كتير مختلف وكتير مميز خبرنا شوي يعني بدي خبرك انه هيدي الالياس الرحباني ميوزيك اكاديمي هي هي مقر لألنا نهائي لحتى نقدر كل هالناس يلي بتفتش كيف بتتتعلم عن بيت الرحباني تلاقي مقر لأله نحنا بلشت الفكرة كنا وينما منسافر بالدول العربية او باوروبا نشوف عرب او لبناني يسألونا على الطريق هل انتو بتعلموا الموسيقى نقولوا لا نبعتونا غير مطرح لا لا اعطوا الاخر شي اجيت الفكرة انه مبالى لما انه في طلب على هالشي وبفتكر تأخرنا كتير تنعملها لأنه نحنا هادي حياتنا يعني نحنا اوكي نحنا بنشتغل كل شي برودكاست يعني بنشتغل مثلا كيف بنعمل الغنية كيف بنلحن كيف بنقلفها كيف بنوصلها كيف بنصورها بس في عندك قبل هالانسان بده يتعلم تقدر يعمل هالغنية جاي بيكون عنده التقنيات فنحنا بديما يجي حدا مثلا عندي عم يغني وهو فيت بكولتور بلا طعمة اذا تسق بالمدرسة بيجي بيلحن وبيطلب غنية غير مستوى هذا كله بيجي بحلقة واحدة بتعلي كل المستوى بتعلي كل الزوق بصير الانسان نقدر نظهروا من هالموسيقى اللي هي الفيروس الاخراني اللي عم بيمروا اخر عشر سنين يعني اوتوماتيك لما يتعلم موسيقى مزبوطة هو بيرفض هالموسيقى بتكون الطريق اصح واسهل واسرع بلك يعني اذا كان في هالموهب يعني اذا كان في هالموهب اللي نكون عم نمي جيل على قليل زوقه يكون زوية زوق عالي بيع على كل البلد بكل البلد مثل مريه بيعدي بعضه بس حكينا عن يعني زوق وسقافة موسيقية وإلى آخره مجروري نكون عم نحكي عن مطربين يعني فيه الشباب والصبايا صغرية اللي بتستقبلهم أصلا أكاديمي عندهم الثقافة الموسيقية الصحيحة بدون ما يكون فيه يعني بلك موهبة رائعة أو بلك طريق يعني توصلهم للنجومية يعني مش هيدا هو المطلوب نحنا يعني منستقبل الناس اللي بيجول عنا من هني وعمره ثلاث سنين لا قد ما بديك عكبر ونحنا مش مطلوب منهم نكون عندهم أبدا شي بس إذا بيحبوا الانسترومنت إن كان أكسيدانتل أو أوريانتل لما يحبوا الانسترومنت نحنا منقعد مع أهله ومنشوف مناخد سكيلز منجرب ناخد داتا من هالولد هالبنت شو بتحب مظبوط لأنه أوقات بيوصل الواحد عمره أو 12 عشر سنين أو 8 سنين ضايع يعني بيحب شكل الجيتار بس بحب شكل الفيولون بحب يمكن يدق البيانو هو ضايع وأهله ضايعين هو بلك أصابيع ومش لهاشي ما أنا بساعدهم بشوف إيدي بشوف إيدي إذا على البيانو فيه بلش هلأ ولا بده إيفاي قبل يعني قبل ما نحط له إيده على الهلة ما نشوف إذا بحب الفيولون إذا بده في فيولون صغيرة فيولون كبيرة وفيه جيتار في ناس بحبوا يفوتوا مودرن في ناس بحبوا يضغروا عمر عشر سنين بده جيتار إلكتريك مع أم بلي ما بده يفوت باي ذي بوك كمان هيدا نحنا رح نحكي بالتفصيل عن الأكاديمي بس كمان بدأ نحكي عن غسان الرحباني نستفيد من وجودك معنا اليوم بس بالأول رح نحضر كليب لألك ونرجع يلا طيب فعاما two, three one two, three, four مشكلب السعيب أنه يا ناطيف عمي الخير وبيستوعب سيجلتن 밝 appointment يفق خطاب وبيه الرج كتير علينا منيح وماشي التلويس عليه الآن ومش عالخفين شوف شو عملوا بالأرض وبالسماء حوالينا شوف شو عملوا فينا مشوف شو عملوا بولادنا والجشعب الأحدود كله وحسب صحتنا المهم الزعيم دايما يطلع شبعان شكلك صاير مش طبيعي شكلك منهار صبات مرتب أسود بشريطة ولميح رح يجي يوم الشعب بدور ياخد بالطار وحسب اعتقاد اني هيجي موريح كون اكيد انه اخر همن ازامتنا ورمي المسيات الزمي فوق ميت ضيعتنا وكاسك يا صهر شراب المي كله من عنا والدكة صارت مخلوطة بديوكسين ما تسكتلون صراخ بوجه جاي التعدين والشعب كله محقول والإنفي جاربين ما تسكتلون صراخ بوجه نفعب التفسين وراحت علينا وعولدنا بكين ما تسكتلون صارت مخلوطة بديوكسين هو المشكل عن جد بالزعيم كنا عم نقول عن جد المشكل بالزعيم لانه لما الزعيم بيروك بيروك الناس بتروك والما يهوج الناس بتروك شغلة كتير مهمة مسؤولية كتير كبيرة ان شاء الله يكونوا مطلعين نحن هون أغاني بعدي أنا ما نشفيون بس ما بينبسوا كتير هلأ هم نجرب نشتغل أكتر بطريقة لأنه الناس بيسألوني دايما لما بقى بتعمل أغانيك المنحبة كذا أنا عم بعملهم بس ما عم بشفوهم كتير لأنه ما عم بينبسوا كتير بقى نعمل طريقة لا نقبل التلفزيونات يرجعوا بسون فيه كونسير قريب؟ عم فكر أعمل شيء آخر صيفية كبير فيه أغاني بجونيس اشتقني لها بلشنا ننسيها يعني هلقد اشتقني لها عم فكر بشي بس ما بحب أحكي عنه بركي القصص كانت غلط خلينا نكون لما أتأكد بخبركم أكيد أنتو الأول بس بهالوقت مع أستاذ اليس عم تشتغلوا اي نحنا هلأ في كونسيرت اللي بسته الام تي في من فترة الكونسيرت طبعا جوني طبعا اليس نحبيني الكونسيرت هلأ نحنا هيدا الكونسيرت هيدا تور عم نعملها بالعالم برمنا فيها بقطر بدبي بالبحرين وكننا بجوني وهلأ بدنا عرحينا على أوروبا أه بلشنا نشوف الصور بدك نحكي عن الأكاديمي ولا شو؟ لا هلأ عم نحكي عن الكونسير نجا عم نحكي عن الأكاديمي بعد شوي خلينا نشوفها بعدين لأنه نبالش مرؤون بعد شامن نشوف الصور رناي بعد شامن نشوف الصور فإذا الكونسيرت عم يعمل برمته هلأ في أوروبا وفي أمريكا وفي كمان الدول العربية نشوف الدول العربية اللي ريئة بعدها شوية نقدروا عليها الكونسير هو نفسه عم يبرم؟ مطارح مطارح يعني أنا شفت الكونسير شفتنا أعمال كتير لأستاذ الياس الرحباني بس بعد فيه هلأ باللبنان من غني قصص وطنية ما من غني برا الناس ما عايشوا معنا في أغاني مثلا مثلا صبوا فوق النار مثلا اشتقنا لك يا بيروت يعني فيك أمور بتتغنى باللبنان في أشياء فيها أكتر نوستالجي نوستالجي بتتغنى أكتر للشعب اللبناني أو العربي اللي عايش بعيد عن بالشاتات بقولوا المغتربين يعني بيحسوا لهم حنين أكتر لقالهم من كل كونسيرت مننوع شوي لأنهم ريبرتوار ليس رحباني كتير كبير كلمة عم نغرف منه عم نلاقي بعضه عم بيعطي فنحن افتكرنا يعني أنا قويل بيقعد بهالمسرحيات بجريدة كلها بشوف أنه في مشهد كتير مهم ببترا مثلا ليش ما منغني لقلك بقلي والله أنا مش عارش ناسي نرجع من عايشوا هالمشهد أو غنية معينة بقى عنا هالبير المهم يعني طول عمره والوالد نحن بعدنا قويل حتى هو في اشياء نسية في اشياء أنا نسية وهو نسية والناس نسيتها هلقد العمل كان عم يكون يعني متواصل وموجود دايما وشغل يومي أنه هلقد الانتاج غزير لدرجة أنه صار حتى صاحب العمل عم ينسى يعني مننا هلقد مرأة علينا ومرأة ظروف صعبة وظل الشغل ماشي وهلقد يعني تغيرت الثقافة بلبنان يعني عادة ثقافة بلبنان كتير يعني مجموعة فيها مجموعة الثقافات وأساس زلياس موفر ولا لغة ولا نوع موسيقى إلا ما فكرت يعني ناس بتسمع كتير موسيقى على راديويات أو على تيفيات إشارات بتكون مننا إنسترمنتل منها يمكن بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بالتليانية بفكرون مثلا كسرما في سانتوا في ناس مهن فكرين لأدمه هي كلمات والحين ليس رحباني كسرما في سانتوا يعني في ناس كبار مفكرين مش عارفين لمين مثلا بس هالتنوع الكتير كبير بأرض اليس الرحباني بشغل اليس الرحباني ما يعني ظل ممضى اليس الرحباني ظل في نفحة اليس الرحباني مع أنه تنوع كتير كبير أكيد إذا fool Louise الياس الرحباني بتعرفيه له الموضية طبعه فيه سيجنتشر طبعا الياس الرحباني كانت بالغربة أو بالشربة يمكن ما عارفها بس تقل لي هايدي الياس الرحباني برجع بلاقي وين لأنه هو عنده الخط الميلودي الخط القلب الميلودي طبعه حنوني لدرجة ولو كانت عم تكون سريعة بيظل فيها نوع من الحنية بتلاقيها هايدي السيناتور الياس الرحباني تحية لأستاذ الياس وكل الحب لألوه كمان نرجع على الأكاديمية أكاديمية اليس الرحباني منشوف صورة صار لكم قدي عم تستقبلوا تلميز؟ نحن بلشنا لكاتر جوان يعني ما صار لنا شهر نعم اليوم قديم الشهر اليوم أربعة ايه صار لنا شهر على قد اليوم هايدي الكلوار المدفوطة هؤلاء القوض هؤلاء على الحيطان في كله عاملين مثل تريبيوت لليس الرحباني كل سيدياتو كفرياتو صوره القديم الفنتج الصورة جديدة في صورة لخيجات كمان وعلى بواب على بواب هايدي مثلا باب كل قوضة ما دي من سميها أين دوت رواء أو أباسي سمينا باسم فنين كتير مهم إن كان مودرن أو كلاسيك هايدي بسنس قوضة جيمي هندريكس بيدقوا فيها جيتار إلكتريك هايدي فردريك شوبان في وحد يعمل فيها فوكاليز أوبرا أو بيانو أو حيالله يعني بس نحن مسمينا تضل الإنسان بهذا الجو ما دي من سمي أرقام وحلو الناس تعرف على بواب هايدي فرانس ليست هايدي بيانيست معلف ألماني يعني بأهمية شوبان وموزار وهذا موزار صديقنا موزار من الطفولة برع يعني وهذا ديفيد غيلمو البيانيست البيانك فلويد كمان اللي بحب يدق موزار إنه بيكون الأوضة فيها أمب يعني أمب جهز لجيتار إلكتريك وهذا جان سباستين باخ فيها بيانو الأوضة فيها بيانو كمان وجون باتيتوتشي هايدي بايس بلاير لبعا تشي كوريا بيلعب كتير فيوجن وجاز من أقوى الباسستية بالعالم وهذا نيل بيرت درامر تبع الراش درامز كمان هو كتير قوي كدرامر وهي أوضة الدرامز معمولة بوكس إنه بوكس تما تزعج للبنية ولا تزعج الأوض الموجودين حد الأوضة جوا فيها فيها تو درامز درامز للتلميذ ودرامز للأستاذ جون لورد كيبورديس تدي بيربل يلي بحب يدق كيبورد موضرن دغلي كمان كمان بهذا الأوضة فيها عملها وهذا الأوضة بيتوفن كمان فيها بيانو بيتوفن وهكي يعني هذا الجو فأذن مثل ما عم نشهر؟ هذا ستراديفاري يعني عنده ستراديفاريوس الفيرونيس المشهوري اللي اخترع فيولون لقلو هيدا منعمل فيها الأوضة سولفاجو تيوري بيدرس فيها صف مع بعضهم هذيك الأوضة هيدا آين أندرسون فلوتيست جيت روتال كمان الفلوتيست كتير قوي الفلويت لكل شي نفخ كأنك فيتي على محلات أيشتي أو شي هيكي بقى السكرتير اسمه صارب حيية تتعذب معنا وأجادة وهي من مكتبي هكي بشوف أنا من الأوضة عندي هيدا من القوض أنت جاي من القوض على المدخل بتشوفي هيك السكرتير قادي بعيد هناك موقعة وهيدا كمان هو ده للكلوار هو على المالتين القوض على المالتين وبيكفي بش هيدا بس بيكفي بعد طويل أكتر يعني بدون ما أسألك بستنتج أنه كل شي فيه أوريانتل أكسيدانتل أوبرا كلاسيك تنقلهم فوكاليز منعلم أوبرا مودرن سينجينج دغري وشارقة طرب شرقة ومنعلم كل الغربة وكل الشرقة كلهم وفي طلبة كتير كتير يعني مش معقول مثل عادة على البيانو على المغنى وعالفيولون على البيتار أو أكتر شي في عود وفي أكوردي ويطلبون والبيعلم عننا بحيية طرب شرقة هو الأساس جورس الصافي ابن الأساس وديع يعني هو المرجع طبعا وبحيية ريتح كيم اللي عم تعلم أوبرا ومودرن سينجينج كمان فظيعة وبدأ حيية أساسي البيانو قيلنار قيلنار مجدلاني وسارة مفطوم والجيتار عم بدي أنسى بدي أنسى بدي أنسى حدا سينتيا معلوف وشاربل والعود بلش عنا أساس كماني يعني في كي وبدأ حيية الدكوراتور لعنا عن جد تعب معي تحية للجميع رح ناخد بريك عشام ونرجع نتابع أكتر معك غسار رحباني لنشوف مين هنالشباب والصبايا اللي مخولين أنه يتعلموا بأكاديمي لسر رحباني ولو فيم مع غسار رحباني نحن بالبريك عم نمضي أوقات كتير ممتعة مع غسار لأنه عنده روح نكتة رائعة وما بيخاف من شي غسار نحن بنعرف كتير منيح بس النقد هيئته ممنوعة بلبنان لأنه كنا عم نقول قبل شوية ومش عم نشوفك كتير لأنه بعدك على نفس المبدأ وعلى نفس النقد نحن شو مبدأنا محب تشوف لبنان نشوف حالنا فيه بالنهاية يعني نحن جيل عم بيكبر بلد ديمقراطي وفي حرية تعبير اي بس نحب نشوف حالنا فيه بعد ما فيه حرية رح تصير فوضى وانا عندي عندي هيدا نظرة ما رح نعرف كفية بالشوية نظرة بالحريات يعني كيف رجب أن نكون منظمة بالأكاديمية فيه تنظيم ولا فيه فوضى لكن شو الأكاديمية هي أول شيء همشي تكون فان وتكون جدية بذات الوقت بس بفان ما تكون مثل المدرسة يعني إذا هالتلميذ كله نهار عم يدرس بالمدرسة وبيجي بعدين بيعمل درسه بيجي يحس بده يدرس كمان رح حس لود ان هس شولدر يعني تقلع كتاف وما بدنا نحسسه هيك نحنا بكون كثير جديين بس بطريقة يجي يحس انه هذا شيء بيحبه وأنا بقلهم للأهل دايما إذا عم بحس الولد بالبيت لأنه بدي راجع درسه بالبيت يعني نحنا بنعطيه مرة بالجمعة إذا ما راجع هذه المرسوة هالمعزوفة ببيته رح يجي تاني جمعة ما نقدر نقله بالصفحة حتى نعطيه درس جديد فأريدي بتطول دغري أوتوماتيكلي البروغرام يطول طبعه فهني إذا هو بدي يقول له أهله دايما ما تنسى تقوم تلعب بيانو أنا ما بقل له ندروس بقل له يقوم لعب بيانو جوائدو بيانو بلاي بيانو إذا بتقل له درس كمان بقى هذي كمان بالبسيكولوجي بتفيد فهذا ما قام لعب هالقطعة هو لحاله بنطلق نفسه يحس أنه هي ملايز لقل له تيخلص من الدرس مثل ما بيركد على الايباد ما بيركد على البومبون والشوكولات يركد على هالبيانو أو هالبيولون أو هالجيتار أي يعني إنسترومنت إذا ما بيحس حاله هو هك مفروض هو ينطره فترة وبعدين إذا لا يوقف له يعني ما بده يحس حاله أنه يرايح حمده هلأ بيانو أو ميزيك فهل منطلق نحن هلأ بالأكاديمية عمناها من طريقة أول شيء نحن بحب أقول لك الموقع الأكاديمية يعني ما بتنسى تقول الموقع الموقع على الأوتوسترار ضد باية من بعد الأباسي واللومون المجبورين نعمل دعايات بعد الأباسي واللومون بتكفو شي 500 متر فيه ترومبت إيبكو وكارفت بلاس مفرق كنيسة الصعود في شي ما عملت دعاية عملنا دعاية للكنيسة يعني كان الكنيسة بس اللي لأك حافية هذه اللي لأك حافية بساركيس طاور بساركيس طاور واليوم جاي البطرق أنا حد ما طرح ما بيجي البطرق مونيكي بتاور ساركيس طاور بأول طابق هلأ مرأة لعنا كمان إيه شفت الصور هلأ نحن المعهد همشي يعرفوا الناس أنه نحن بنعطي شهادة يعني فيه ديبلوم بيطلب الآخر رسمية إلياس رحباني ميوزيك أكاديمي هيدا الوابن هيدا السلاح بيكون بأيد التلميذ لما يتخرج كتير قوي لأن زراعة الدول العربية عصالة أوبرا على أوركاستر على برنامج تلفزيوني تالنت شو على أوروبا وينما يروح هيدا الاسم كتير قوي معه لشانك نحن منا بحاجة نعمل جملاج مع مدرسة بأوروبا تنقوي اسمها لأن نحن اسمنا قوي نحن مراقصين من رزالة التربية الشهيدة الرسمية اثنين الأفانتاجي اللي بنلاقيه نحن عنا بفترسة خاصة ما بتلاقي بغير مطاري هو أنه نحن عنا ستوديو الياسر حباني الياسر حباني ستوديوز بالنقاش يعني تلميذ كل شهرين منحب نخدهم كلهم سوا على هالستوديو يشوفوا كيف تخلق الغنية مش بالكلام واللحن كيف تخلق الغنية وبعدها تكنيك كيف تتسجل كيف ينحطوا المايكروفون كيف بيجي الموسيقى كيف يدقوها كيف يغني كيف يغنيها كيف يصير الميكس كيف يصير ريكوردينج هيدا من نسبة أنهم يحتكوا مقالتهم بطريقة بروفسيونال مش بس لحالهم بالقود وبعدها نحن نعمل كل السنة حفلة كل الكلام يدقوا مع بعضهم إن كانوا بيغنوا أو الموسيقية لأنه لما الإنسان يدرس لحاله شي مع الأوركاستر شي لحاله بيكون مستقل ينتبه على الريتم ما يسرع مع غيره وينيخفف وينيقوي بتعطيه كالتشر كتير مهمة وكمان كل سنة رح نعزم من أوربا حساب المدرسة تينور مهم أوبترا فيورونيست جيتاريست فلوتيست بيانيست يجي يعمل ووركشوب من أوربا خصوصي مهم يكون مع تلميز يتمرن معهم على كنصر يدقوا سوا يتبادلوا داتا يتبادلوا أفكار يتعلموا منه إشيا نحن نتعلم منه إشيا كلنا وهذا بيجي بس على الأكاديمي ونحط بالسوشيال ميديا والتيفييات إنه إجا هالفنان بس على الأكاديمي ما عمل حفلة بلبنان بتصير فيه شغف للناس إنه ليش بس عندهم بريفيلاج هالتلميز عندهم بريفيلاج وبعد أكتر من هيك يعني إحنا إذا لقينا حد عم بيدق بعد 3-4 سنين عندهم ناحية تأليفية بحب يقلف بنخد له هالمعزوف بنسمعه إذا حلوية بنخده على ستوديو سجله فور فري حتى يكون مبسوط بأول عمل له على سيدي وكمان نحن يمكن بعد 4-5 سنين لقي حدا بدق بيانو منيح حدا جيتاريست منيح نطلب منه إذا بدق معنا بالأوركاست مع الوالد أو معي أو إذا وعم نعمل فكرة جديدة هلأ نطلق كل 3-4 شهور نهج نجيب عشرة بس ها بتكلفه مصاري نشتغل عليه للإنسان كفوكاليست نشتغل عليه من أول للآخر على الرجيم على جسمه على الأكل على نومه على حياته على السبور طبعه على صوته إن كان شرقه أو غربي نعمل له نهودي بس هذا درس لحاله بيكلف غير العلم نعمل نشتغل عليه نعملوا ستار من نقع من هالعشرة أقوى واحد بيأخذ جيزة مالية وبيأخذ سيدي من عنا غنية معمولة من كلماتنا والحيالنا وموسيقى مسجلة مع فيديو كليب وبينطلق مننا على الحياة الفنية بس هيدا شغل كأنه شغل أشغل شائقة شغل شائقة غير العلم طبع الموسيقى كمان هولي كلهم عم نعملون نحق أشغل شائقة تنقل من فان لعب يلي بدو يفوت بهذا بهذا الدراسة اللي عم نعملها تبعي تبعو الستار كأنك عم تفتشي على ستار وتطلقيك هيدا مشبور يكون عنده أشغل شائقة بس بيكون بيحب تنفوت فيها بيحب يكون عنده أشغل شائقة لأنه هيدا رجيم أليمانتر معسكر رجيم حياة كاملة ونوع كيف بدو يحكي مع الناس وين بدو يصهر مع مين بدو يحكي بالنهار بدنا نعمله هيك دعيك على الولوفين ونكمل حديثنا عاك الحال تفضل هم ماذا بديك عامل؟ آه سامي بديك تمزيلنا هيه سامي صاحبنا كان عنا من فترة بديك تمزيلنا الولوفين تشرفنا بامضاء الولوفين تبعا سعلا بكلوب بشميل بتبورهم هيك ايه تفضل انا ما أفكح لا بالعكس هيدا دليل زكا زيز مش كثير او قويت يا زكا يا قبل يعني ما في حل وفق قول ما فيه وصل معك يعني ما رح عفوض كتير ما فيه وصل معك لمطرح أهلا وسهلا فيك رحباني نحنا بانتظار كل جديد بتعمله ونتعرف انت قدي الشعب اللبناني رح نزيحك اي قدي الشعب اللبناني كمانا بيتحمس لحتيالي يسمعك لأنه بتفشله خلقه الله خليك وتحية لأستاذ ليستر رحباني ولكل العيلي مرسيل لكم مرسيل جميع ومبروك على الأكاديمية وأكيد رح تضيف كتير على مستوى الثقافة الموسيقية بي لبنان لالكبار وصغر ما قلنا من أي عمر ممكن أنه شابه بوصبايا من الثلاثة أربعة سنين لالجنة شكرا لألكو أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم خليص وقتنا لليوم بي ولوف فيم لحظات بكون أنا وياكم بي واتونيم تي في خليكم معنا موسيقى